عايز اقول نقطة كمان عجبني جدا جدا مصطفى شبير انا قلت الكلام ده اكتر من المرة بس هو كل مرة بيبهرنا اكتر من اللي قبلها حقاقا للحق يعني نهاردة عمل مباراة رائعة جدا هو واحد من النجوم المباراة دي لو امام عشور طلبت منه ان يقسم المكافأة مع عفشة فلو هو كريم زيادة يقسم مع مع مصطفى شبير اكده هيخلاصه انا عارف بس يقسم مع مصطفى شبير مصطفى عمل شوية اول رائعة جدا وزاد عمار ما بشكل رائعة جدا ومرة اخرى مصطفى شبير بيتحط في مواقف صعبة اتحط في مواقف صعبة في مباراة شباب والازداد في الجزائر وخرج بشباك نظيفة اتحط في مباراة صعبة جدا النهاردة قدام استاد ممتلع عن اخيره وخرج بالشباك نظيفة مطش الوداد في زهاب دوري ابطال افريقيا مواقف صعبة بتحط فيها مصطفى شبير ورغم كده بيقدم مستوى رائع وكبير استحق التحية وهيفضل السؤال قائم هو شناوي لما يرجع هيعمل ايه في المنافسة العظيمة مع مصطفى شبير طبيعي شناوي لما يرجع هيبقى اساسي الحرس الاول بس المنافسة ما بقتش سهلة على شناوي ودي حاجة في مصلحة الاهلي ومؤكد في مصلحة منتخب مصر طيب موسيقى